الأضياء هي هاي أمن إسرائيل الآن لا تنظر أمريكا للشرق الأوسط كله إلا بعين واحدة كيف تجعل عمر إسرائيل مديدا في المنطقة كيف تتمكن من تطويق النتائج التي أفرزها طوفان الأقصى شو أفرز طوفان الأقصى أول شي أفرز طوفان الأقصى في ناس ما بينتبهوا مثلا أنه اللي عملته حماس هو مش انتفاضة في الضفة مش نقل أسلحة من غزة للضفة لماذا أقول هذا الحكي؟ لأن الضفة الغربية معترف بها دوليا أنها أرض محتلة عام 67 وبالتالي العمل العسكري فيها صحيح بيقفوا مع إسرائيل في مواجهته لكن لا يرتدي قانونا ووجوديا طابع تهديد مستقبل الكيان الكيان تهديده الوجودي هو بأرض 48 هاي الأرض 48 اللي كل المجتمع الغربي متمسك بأنه أي حدا بيقرب عليها فهو يقترب من قدس أقداسه يقترب من مبدأ بقاء الكيان تماسكه الجغرافي شو عملت حماس بالطوفان؟ فاتت على غلاف غزة غلاف غزة شو؟ أرض 48 مش أرض 67 لازم ننتبه لهالموضوع حزب الله شو عمل؟ حزب الله عمل جبهة إسناد بس وين ميدانها؟ شمال فلسطين شمال فلسطين شو هو؟ أرض 48 أنا أذكر بالزمان سماحت السيد الشهيد يوم عملية أفي فيم ردا على اغتيال أحد عناصر أو كوادر المقامة في سوريا قال هاي أول مرة العملية نحن دائما مزارع شبعة لأنها أرض لبنانية محتلة هاي العملية تعمدنا أن تكون في الأرض المحتلة عام 48 لنقول أن لا سقف ولا ضوابط ولا ممنوعات أمام ردود المقامة فإذن مش إجت عملة المقامة في حدا بيجي بيقارنها ب2006 كأنه المقامة ما يقضي أسيرين وعم تفاوض على الإفراج عن أسرة المقاومة عاملة كل طول الجبهة وعلى عمق 30 كيلومتر بالأراضي المحتلة عام 48 يعني فرطت سايكس بيكو كله وبالتالي ردوا الاعتبار لسايكس بيكو كثقافة شو يعني رد الاعتبار لسايكس بيكو كثقافة أنت لبناني ما خصك بفلسطين وإنت إذا عندك مشكل مع إسرائيل محصورة بالأرض اللبنانية ما بحيلك تروع عرض 48 وإنت السوري شو دخلك تزود لبناني بسلاح وإنت اليمني شو خصك تنصر غزة وإنت العراقي شو لك علاءة بغزة ثقافة سايكس بيكو دمرت من قبل محور المقامة أهم من الإمداد وأهم من الإسناد ثقافة سايكس بيكو إعادة الناس إلى العلب التي احترمتها بعض الدول أنه أنا الأردني ما خصني أنا المصري ما خصني أنا مصر أنا الأردن أنا تونس أنا المغرب أنا الجزائر أنا كذا في دول بالمنطقة قالت نحن خرجنا من العلب شعوب بدون حكوماتها خرجت من العلب إعادتها إلى العلب هو الوظيفة وهو المهمة لأنه هاي اللي بتخلي بقاء إسرائيل الفلسطينيين لن يستطيعوا بمفردهم ولو امتلكوا إمكاناته قدرات أن يحلوا معضلة بقاء الكيان هاي مهمة إذا ما تعاضدت إمكانات شعوب المنطقة عليها وتجاوزت حدود سايكس بيكو الفلسطينيين هياهم بغزة سأف اللي بيقدروا يعملوا يكونوا كلهم شو هذا وهم مستعدون لهذا وهذا شو فيه أقصى من هيك فيهم يقدموا وبالضفة وبأرض 48 وبالقدس اللي هي جزء من الضفة طبعا فإذن الذي تريده أمريكا لتحمي إسرائيل وجوديا هو رد الاعتبار لسايكس بيكو كإجراءات ولثقافة سايكس بيكو لذلك النقاش اللبناني مالنا ومال وحدة الساحات ومالنا ومال فلسطين هذا مش عباث هذا إلو وظيفة وظيفته لما تعيد إنتاج ثقافة سايكس بيكو عن كل الفئة اللبنانية وأنا بلكن البيئة الداعمة للمقاومة مش بس عم بحكي شيعة لأنه ظهر أن هذه البيئة عابرة للطواف هاي البيئة بمعزل عن التيارات والأحزاب السياسية في شي حقيقي صار خلال فترة النزوح الناس عم تستقبل ناس يفترض أنه من لون سياسي وطائفي مختلف تسمعوا حكايات النازحين أنه نحن خجولين منكم من تضحياتكم اللي عم تقدموها من بطولاتكم من من إلى آخر في ناس رجعت من النزوح ما قبلوا أهل عكار وأهل كسروان وأهل المتن وأهل بعبدة وأهل بيروت إلا ينوحوا يواصلون عبيوتهم المدمرة وأنا بلكن حدا إذا التلفزيونات بتعمل تحقيقات هلأ بقرى الجنوب أو بالبقاع أو بالضاحية رح تلاقيه أنه في ناس بيته نازل لكن بقلب البيت في غرفة أقل تضررا هي مضررة ومش صالحة عم بيركب نيلون بمحلاته عم بيزبط بواب تسئيته توقيعه هذا وعم بيأمن حمامه مطبخ يعني بطريقة غب الطلب بالحد الأدنى من الضرورات ويععد فيها واللي ما عم يقدر يعملها عم يحط خيمة حد ركام البيت طلعوا لعندهم ليعدوا معهم فإذا هذا الإنجاز العظيم هذا احتضان لشوه هذا احتضان لفكرة فلسطين المقامة ما كانت عم تعمل شيء لبناني في هذه الحرب إجا الإسرائيلي ليدمرها ليقول لا سند لفلسطين لكنه فشل واضطر هو أن يقبل يقبل وقف إطلاق نار مهين مذل مش غلطان لبرمن لما بيقولوا أنه هذا اتفاق إذعان ولا غلطان غيره بن جفير اللي بقول هذا أنا حزين لهذا الاتفاق ما لهم غلطانين هذا اتفاق إذلال للكيان ومش غلطانين مستوطني الشمال اللي عم بيقولوا له ما منرجع شو عم ترجعنا أنت؟ ما أنت قلت لنا بالألفين وستة أنه فيه سبعة عشر سفر واحد بيحمي وفيه يونيفل وفيه إجراءات وفيه هذا حزب الله عندما ارتأى أن أسبابه وعقائده ومنطقه يستدعي منه أن يجتاح السبعة عشر سفر واحد اجتاحه هلأ لترجع تلزمه بعدم اجتياح السبعة عشر سفر واحد مطلوب تتنازل عن فكرة الحرب معه ليه؟ لأنه مطلوب توقف الطلعات الجوية ومطلوب تطلع من مزارع شبعة لتوصل لموضوع أنه خلص لبنان الكيان يقول له لحزب الله ما فينا بقى نتحمل حروب مع إسرائيل هيها إسرائيل التزمت هذا الالتزام يعني بالنسبة لإسرائيل شو؟ أن لا حرب قادمة لأنه اللي بده يعمل حرب قادمة على لبنان لازم يظل كل يوم يعمل طلعات جوية ولازم يظل قاعد بالموقع الاستراتيجي الحساس اللي اسمه مزارع شبعة وهو لهذا السبب أصلا ما كمل تنفيذ بالسبعة عشر سفر واحد لأنه بعد 2006 كانت أولويته مش تنفيذ السبعة عشر سفر واحد ولا إبعاد حزب الله من جنوب الليطاني أنه صورة إعلامية تقول له طلعت المحمولات وانسحبت وطلعوا قوات الردوان وانسحب وما هو بيعرف أنه ساعة بدون بيرجعوا وبيعرف أنه القرى الأمامية أبناءها هم المقاومة وهم سلحين وسلاحهم معهم لذلك هو فضل أنه يضحي بها الصورة من أجل أن يستعد للحرب القادمة هو بعد 2006 قال ما بدأنا الاستعداد للحرب القادمة والآن هو يستعد للحرب القادمة ولذلك لن يوقف الانتهاكات الجوية ومهما تطور التفاوض لن ينسحب من مزارع شبعة عندما يصل إليها البحث بالتالي هو مستعد لحرب قادمة فإذا المقامة باقية للحرب القادمة الاشتغال على سايكس بيكو هو مش قادر يسلفه إيجابيات يعني بمعنى إنجازات تحمل بعد الكياني لأنه اللبناني اللي بيقلك وما خصنا بيقوله كويس تعلن أحمي لبنان كيف بدك تحمي لبنان بالـ 17-01 ما عنا مانع شرف خلي الإسرائيلي يوقف طلعات جوية هلأ المقاملة أنا إلى خمسة أيام ما عم ترد على الإسرائيلي ما مخلي ضيعة ما مرتكب فيها الفضائع هذا لا يردعه إلا القوة والجيش اللبناني منعته أن يكون جيشا قويا الأمريكاني متعهدوا لحتى يمنعوا من أن يكون جيشا قويا لا يبقى جيش ضعيف عاجز عن مواجهة الجيش الإسرائيلي عنده روح معنوية وعنده وطنية بس ما معه السلاح المناسب وتركيبته كجيش نظامي تحول دون أن يستطيع مواجهة الاحتلال بالطريقة اللي بتواجه فيها المقامة لذلك لازم يكون عنده شبك الدفاع جوي لازم يكون عنده قدرة صاروخية نوعية لازم يكون عنده قدرة صواريخ بحر نوعية ممنوع يسلمهم والطبقة السياسية لا تعاند الأمريكي إذا قال ممنوع رجعنا إلى البيضة والجاجي لذلك المقامة باقية وما حدا فيه إلا ما تبقى يعني هي أهل الجنوب وبالتالي إذن ذاهبونا إلى حرب قادمة هو يريد أن يستعد من خلال تقطيع أوصال المنطقة بده حدود لبنان وسوريا يدولها